اشتركوا في القناة فتعرف ما عنه بالرياضة وقالوا عنها بيت الولايات قسمت اركانه ساداتنا فيه من الابدال ما بين صمت واعتزال دائم والجوع والسهر النزيه الغالي قال الامام الحداد وكن في طعام والمنام وخلطة ونطق على حد اكتصار وقلة وقال والنفس رضها باعتزال دائم والصمت مع سهر الدجا وتجوعي وقال وبالرياضة من صمت ومخمصة مع التخلي عن الاضداد والسهر هذه الاربعة تكررت في كل بيت من هذه الابيات فما بنى سيرهما الى الله تعالى يقوم على قلة المنام قلة الكلام قلة الطعام اعتزال الانا ولذا قال الذي كثر أكله ونومه من المريدين إنما إرادته صورة لا حقيقة لها من كثر كلامه وكثر نومه وكثر أكله من المريدين فإرادته صورة لا حقيقة لها قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ان يسمت وقال صلى الله عليه وسلم حسب ابن آدم لجيماد يجي من صلبه فإن كان لمحاله في ذلثني طعام وذلثني شرابه وذلثني نفسه وقال صلى الله عليه وسلم إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على رأسه ثلاثة عقد يقول على كل عقدة إن وراءك ليل طويل فنم فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإذا توضى انحلت عقدة فإذا صلى ركعتين انحلت العقدة كلها فأصبح طيب النفسي نسيط الجسم قال وإلا أصبحك خبيثا نفسي كسلان ولما كان مع ما فيه من الحكم والفوائد مظهرا من مظاهر النقص والضعف نزه الله حياة الجنة عنه قال أنه ما في الجنة ما حاجة احتاج إلى أنه إذ لو ناموا لذا فاتهم نوع من النعيم تناعمون به والفرح عندهم متجدد ونحن في عالم الدنيا حيث نحتاج إلى النوم نجد أنه كلما طرأ الفرح وقوي قل النوم وذهب النوم حتى إذا غلب الفرح يذهب نهائيا أنه ما يمكن يجلس ليلة وليتين ثلاث ما دام الفرح متجدد إلا أن فرح الدنيا ما يدوم ويضعف ويرجعي نام لكن فرح الجنة يتجدد في كل نفس في كل الأمحة فلا نوم عندهم كحال أهل النار لكن أهل النار لا ينامون من شدة العذاب وهولى لا ينامون من عظمة النعيم ففرق بين هولى وهولى اللهم أجرنا من النار أهل النار